لأن الموالح هي محصول الإصراعي الأول وانحنا احتلنا المركز السابس عالميا وحاليا احنا احتلنا المركز الأول في الارتقال وسببانا أنها إسبانيا ويؤمن نتيجة تغيرات المناخية من نتيجة تزور بعض الأمراض وممثا من المتب الملاي سنعدي ortunati كده آلا في المقدمة Identif UNM أن أقدرنا السوق الأسباني هو السوق البرازيلي السوق البرازيل هي أعلى gente دخلنا الميت السوق البرازيلي الموسم له ودخلنا السوق الأسباني دي من أهم الأسواع اللي احنا دخلناها وأهميتها مش في الكمية بس أهمية أن دي أكبر نفسين لك على وسط العالم البرازيل المنتج الأول وأسبانيا أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وكانت هي اللي سب أنا في البرتقال تمام البرتقال زي ما احنا عارفين يعني أو الموالح مش نتحدث عن البرتقال بس نتحدث عن الموالح ككل الموالح ككل فيها أنواع كتيرة بتقسمها نباتيا لعدة مجموعات مجموعة البرتقال وهي بتشمل البرتقال الصيفي البرتقال بسره البرتقال بدمه البرتقال البلدي ومجموعة اليوسفي سواء المندارين أو الكلمنتين بأنواعهم ومجموعة اللامون بأنواعها كلها اللامون الحل والليمون الحامض وأنواعها المختلفة ومجموعة الجريبفروت وفي بعض أنواعات تانية بسيطة زي الكمبوات بس دي أنواع مش إيه مش موجودة بكسرة شواء الصورة اللي احنا شايفينها دي يمكن للأسف هي سرعة بتحزن لما بشوفها وده تأثير واضح للتغيرات المناخية نتيجة التأثير اللي في النهاية هنوصل له نهي ده تأثير التغيرات المناخية على الأشجار الملوحة بتزيد الشجر بتوصل لهذا المستقبل أهم أنواع الموالح احنا شفناها لو دخلنا على عمليات يعني هم نقول إدارة مزارة الموالح في ظل التغيرات المناخية احنا عادي نبدأ الإدارة من السيزون من السيزون من السيزون من حتية التقليم زي ما احنا شايفين الصورة اللي احنا شايفينها دي صورة يعني ايه اعتقد معبرة هذا الراجل اللي بيقلم فان التقليم واضح الشجرة بارتفاعة ده ايه يعني لو شجرة مانجا ما اعتقدش هتوبة بالارتفاعة ده للأسف ده خطأ كبير زي ما احنا شايفين وده طبعا هيحدلي جدا انتاج الشجرة وهيزود التأثيرات السلبية على هذا الشجر فالتقليم اول عملية احنا بنعملها في الموالح لازم يبقى فيه مسافات بين الشجر وبعضه والمسافات دي بتتحكم ان المسافة بين الشجر والتانية بيبقى في حدود تلاتة اربع المسافة بتاعة ارتفاع الشجرة زي ما احنا شايفين كده احنا شوفنا الصورة اللي قبلها كانت ارتفاع الشجرة قد ايه لا شوفوا الشجرة دي بعد ما احنا قلمناها ده المفروض الارتفاع بتاع شجرة الموالح في حدود تلاتة تلاتة ونصف. والتقليم فيها مهم فتحنا قلب الشجرة فتحنا الجوانب. آآ علشان الضوء يدخل طبعا دي الشجرة دي لسه هتنمو كلام من ده. رفعنا الحجر بتاع الشجرة علشان ما فيش سمار تقع بعد كده تلمس مش تقع تلمس تلمس الارض وكده. والشمس هتدخل آآ الشمس دخول الشمس لو كزا فايدة. اهم الفايدة ان هي هتحسن لي التزهير والعقد وفي نفس بعد كده هتحسن لي تلوين السمار بتاليها من السمار الفاقل بالشجرة لان زي ما احنا عايفين ما احصله الشجرة. اتركز في الحجر بس في ايه الونتونيوس في التلتر ما احصله ايه طبعا هو احنا بنقول ان كل معظم الموالح في الموالح اللي هي اليوسف الصيني زي ما احنا شايفين اليوسف الصين له طبيعة خاصة. يا طبيعة نموها كده. لو قصيت الشجرة اللي يوسف الصيني. ايه احنا طبعا احنا هنعدي في عجالة وانتوا عايزين هنكلم فيها بالتفصيل. احنا قلنا التقليم اقلمنا الشجرة ونظفناها وبعد اقلمنا هنرش بالزيت المعدني ولو في حشرات كشرية ممكن نحط مقبيد مع الزيت المعدني عشان نبقى رشة كاملة. وفي نقطة انا عايز ان احنا بنتكلم عن التغيرات المناخية. يا ريت ما ناخرش التقليم عن نص واحد. ليه? لان في عملية هنشوفها بعد كده هنعملها في نص واحد لان فيه احتياجات البروضة للشهر واحد وللاسف فيه تجار بيستغلوا مع اصحاب المزارع وفي بعض اصحاب المزارع بيقول للاسف غير متخصصين والتجر يقول له مسلا هعمل معاك عقد هيخد هسلمك المزارع في نص اربعة هسلمك المزارع في اخر تلاتة. ده يقول له على حساب ايه? على حساب الشجر وحساب المحصول الجاي لان انا لما يسلبني المزارع باخر تلاتة يعني انا مش هقدر اقلم في المعاد الصح بتاعي مش هقدر اعمل معاملات المطلوبة للشجر عشان المحصول اللي جاي بعد كده اه في المعاد بتاعها هيكون داخل علي في الشهر تلاتة هتبقى بدأت براعمل الزهرية في مرحلة في مرحلة يعني مش التفتح بدأت في الانتفاخ اللي احنا بنقولها البلون بدأت في المراحل اه المرحلة البلون فبالتالي انا مش هقدر اه ادي الخدمة بتاعتي زي ما انا عايز فدي نقطة يعني انا بنشردكم جميعا سواء ستزدنا وزمينا لموجودين او المهندسين المسكين استشاريين للمزارع بلاش التاجر يتحكم في المزرعة وفي الانتاجة ان التاجر مهموش اقل مصلحته هو يعايز يخزن المحصول لوقت ما اوصل اعلى ساعة تمام اه طبعا احنا معارفين بعد ما خلصنا بعد ما خلصنا تقليم بنرش الشجر وبننظف وبنزبط نظام الرأي بتاعنا لو احنا قعد اه غمر لو ارض تنقيض بنزبط الاخراطم الرأي بتاعتنا بنوزحها زي ما نشوف رأي بعد كده اه وندخل على الخدمة الشتوية اللي هي منها التسميد اه طبعا في الارض الطنية هنحط او الارض الغمر يعني هنحط الكابريت والسوبر وحنحطهم ونعزق معję نعزقهم مع العزقة الكبيرة في الاراضي الرملية اللي يبتر合 بن نحط الكابريت ولنحط آه وبالتالي بس طبعا كمية السوبر في اراضي نصف كمية السوبر في اراضي الغمر احنا انا في اراضي الغمرة احنا بحط كيلو نص سوبر فوسفات للشجرة. لا في اراضي الطمئيد انا بحط تلات تربع كيلو بالشجرة. ليه? لان انا في اراضي الطمئيد انا هستعمل اه حمض بعد كده هديني احتياجات معاينة لكن بقيت الاحتياجات للشجرة طبعا. لكن في اراضي الغمرة احنا بنحط مرة واحدة ببنحطش حاجة تانية. مرة تانية سوبر فوسفات عشان الجو بيبقى حرره. تمام? اه خلصنا وكلام من ده هندخل على التسميد عشان بس ما نطولش على حضراتكم. هنخش على التسميد. في التسميد احنا عندنا اه في حاجات كتير ربتحكم في معدل التسميد بديها لان ده اسئلة بنسألها على طول. يا دكتور انا عندي مزرعة اه محمل عليها زرعة فيها جائجير وزرعة فيها بنجان وزرعة فيها بامية. وعايز اه اسمد. طب انا اسمد يقول لي مش عارف اسمد عشان عندي محصول تاني اه متعرض احتاجات التسميد. فاحنا هنتكلم عن تسميد مزرعة الموالح اللي هي مزرعة موالح منتجة. اه خلاص بالتالي ما عادش يتحمل فيها اي حاجة. اه. فوق عمر عشر سنين. اذا الشجر راخد حجمه طبيعي. ما بتحملش فيها حاجة. انا بسمي مزرعة موالح فقط. بس قبل ما نتكلم عن المقررات السمادية. اه. عايزين بس نتكلم من في عندي اربح خمس قوعة كده اساسيين في التسميد لازم اخد بالي منهم. اه. عشان دي بتعمل خلطه. رس ممكن خلطة ده موجود دلوقتي. والجروبات بتاعت الفيسبوك اه. مليانة كلام للأسف. وكل واحد بيدله بدله. صح او خطأ هو بيدله وخلاص ومعروش دعوة. اه. احنا بنقول ان احنا التسميد الازوتي. اه. التسميد الازوتي مهم جدا للشجرة. ومهم جدا للمحصول. وبيدخل في تفضيل كربوهيدرات. ويدخل في عمليات كتيرة في الميتابوليزم متع الشجرة. اه. فالتسميد الازوتي اه. اه. كريتي كالقوي معي. فانا هبدأ التسميد الازوتي اه. اه. هبدأ بسلفات النشادر. مش هبدأ بنطارات النشادر. وفي نقطة مرضه بالنسبة للتسميد الازوتي. انا ممنوع عندي تماما استعمالي اليوريا. في تسميد الموالح. في ناس الاسف بتسميد اليوريا وبيقوحوا ممهندسين. بيقوحوا ممناسبة اوح ومزرعين. وقولك لا او بتعمل الصح. للاسف لا او مش صحة ولا حاجة. اليوريا فيها بيريد. وبتقتل جزور الموالح على الماضة. على الماضة طويل. وليوريا ممنوعة بالمناسبة ليش في الموالح مبسم. اليوريا ممنوعة في كل اشجار الفكرة. تمام? دي اول نقطة. فبالتالي انا بسمد من نص اه فبراير. هسمد بسلفات نشادر لحد اخر ابريل واول ماية. تمام? بعد كده هابدأ اسمد بنطرات بنطرات النشادر. بس في جزء لازم نقوله برضو لو احنا بنسمد بسلفات النشادر انا عايز ربع الكمية بتاعت التسميد نطرات كالساملية نطرات الجيل. لان نطرات الجيل لها دور زي ما نشوف بعد كده في صلابة الصمار وتقوية وتقوية جدر الخلايا حتى تقوية جدر خلايا الاوراق الجديدة علشان ما تبقاش سهل على لحشرات الصبة المصة ان هي تفتركها. تمام? اه بعد كده تالت نقطة في التسميد الازوتي ان انا هابدأ اسمد نطرات نشادر من نص مايو. اه وبعد كده هرجع هنوقف تسميد الازوتي في 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 يونيو ويوليو. ونبدأ من نص اغسطس هندي سلفات نشادر تاني اللي هي تبقى رقبا في الارض الغرب ربع الكمية او في الارض العادية طبعا. ربع الكمية اللي احنا شايتنا. فدي دي عملية مهمة بالنسبة للتسميد الازوتي. اه ندخل كده على التسميد البوتاسي تسميد البوتاسي طبعا مهم اه هنقول ان دلوقتي سلفات البوتاسيا مغالية والطن دوصل تراتاشر الف ابنين وكلام من ده بس البوتاسي بعنصر اساس التلاتة عنصر الاساسية بتوعنا. ما نقدرش نقول لنا عشان البوتاسي مغالي انا مش هحط بوتاسي. ما نفعش. عفوا يعني. انت عايز انتاج يبقى لازم تاخد اه تصرف. مش هنصرف ما نعص انتاج لان الموالح. لو انا اقومش الموالح اي اي محصول. لو ما صرفتش عليه مش هديني الانتاج بتاعي. فالنازل الوقت الاسب بتسترخص ويقول لك البوتاسيوم مش هجبها او البوتاسيوم الاسب فيه. ناس بتعمل البوتاسيوم مضروب في السوق. اه وده شككت الناس وقالت الاقباء لا. انا لازم البوتاسيوم اقدي البوتاسيوم بتاعي. زي ما هو مطلوب عندي. لو انا اقراض الغمر هدنص تسمية البوتاسي هد 심있 بعد التسمية الايزوتي. وده نقطة لازم يعني ناخد بالنا منها وحنا بنسمد في الموالح. في ماشي فيه توالي مشي في العمليات الميتابولزمية الليございます. انا لما سامد بوتاسيوم ما سامدش البوتاسيوم الاول وبعدين اسامد لان الناتروجين هيدخل في كاربوهايدريت. الكاربوهايدريت هتتكون هتبدأ تكون بعد كده النموات الجديدة هتخوص بوتاسيوم. الفوتاسيوم اللي هو زر مواصلات في النباتات عمتا. فبالتالي انا انا اسمد البوتاسيوم بعد التسميد الازوب. طبعا مش هخلط البوتاسيوم مع الازوب. يعني في ناس الاسف يقول لي انا عايز اريح نفسي علشان العمالة بتاعت الاضافة. لو اضيف اراضي غمر يعني. يقول اللي عمالة هتكلفني ومش هتكلفني. لا مش حاجس ما هتكلفني. احنا بنبص لتكلفة مؤقتة على حساب اه الشجر. انا ما حطش طن باثنشر الف جنيه سماد عشان اوفر اه او ارمية وما استفدش منه عشان اوفر لخمسمائة جنيه ولا الف جنيه للعمال. دي هتبقى مشكلة اه مش حاجزين نعمل. تماما فاحنا احنا هنضيف التسميد البوتاسي. عارفا يا بس البرزنتيشن بيجري شوية. هنسمد التسميد البوتاسي زي ما قلنا في الاراضي الغامن هنحطه بعد الراية التانية بعد بتاعت بعد التسميد الازوتي يعني نسمد ده الازوت المراد. الرأية اللي بعدها نenzie بالتسميد البوتاسي. تسميد البوتاسي فى الأراضي الطنقيق بقى. احنا طبعا بنضيف دفعات حمسة كيلو للفدان سلفات البوتاسيوم. وفي الأراضي الطنقيق ما ننفعش هضيف سلفات البوتاسيوم فى السمادق fait مباشرة طبعا دي حاجة أسسية ودية. بس بقى هنقول لها كلنا ان احنا لازم لنقع سلفات يوم. وهلا كده في برميل الخمسة كيلو او عشرة كيلو او طبع الكمية اللي انا اني هنسمد بيها. في برميل بكمية موية مناسبة مع الكمية اللي انا بستعملها اخد الرأي بتاحها وحطه في السمادة ان طبعا لو حطينا السرفات البوتاسيام في السمادة مباشرة هسد نقطات وهتصل مشاكل عندي في شبكة الرأي تمام اه في نقطة احنا يمكن احنا بنعملها زي ما انتم شايفين كده في الاراضي الغمر الاراضي الغمر اه بيقول لي انا مش هعرف اضيف يعني مش هقدر اجيب بتاسيام كتير زي ما احنا بيقول لشكرتين وفي ناس بتدي الفتان شكارة للاسف يعني طيب نعمل في هي حاجة احنا بنعملها حاجة اه بلي كابول حاجة اطبعية ان احنا بنحط اه بنجيب نطرات البوتاسيام ونطرات البوتاسيام بالمناسبة موجودة في السوق مش نطرات البوتاسيام اللي ممنوع هلغ في نطرات بوتاسيام موجودة في السوق وشركات الاشины الا فداء وتب scrut موجودة ومسموح ب depl� ده بنحطها مع مائة الراي بنعمل لها حوالي يعني بنعملها لليتر اللي الفتان على كلام ده بعمله في في اراضي غمر وما عندهمش امكانية ان هما يجوا بوتاسيوم كتير فانا بنحط اهل حاجة اللي بعمل معدل على فتحة الميا وهي داخلها بقسم المزرعة ونعمل معدل ان انا شهر مايو انا قطيت البوتاسيوم في مايو في ابريل اه وبعده زي التسميد الازوتي هنوقف البوتاسيوم يبقى التسميد الازوتيوم والبوتاسي هيوقف من اول يونيو لنص يونيو تمام وبعد كده هنرجع نكمل التسميد الايه البوتاسي تسميد البوتاسي بالنسبة الاصناف اللي هي العادية او المبكرة زي البرطان ابو سورة والبرطان البلدي واليوسفي هنوقفه في اخر نوفمبر اخر 11 هنوعات لكن بالنسبة الاصناف المتاخرة عندي زي البرطان الصيفي زي اليوسف الميركوس زي اليوسف الكينو ممكن اواصل معهم تسميد بوتاسي لحد اخر لان هم مبيندجوش الى في شهر خمسة كده ايه ده كده تسميد البوتاسيوم احنا نجعل ندخل على التسميد الفوسفوري التسميد الفوسفوري احنا مشكلتها في مصر من كل اراضي مصر قلوية ومع التغرارات المناخية وشداد درجة الحرارة وزيادة درجة الحرارة للأسف احنا القلوية بتاعتنا القلوية الاراضي بتاعتنا هتزيد واحنا بنحط سوبر فوسفات احنا قينا نحط سوبر فوسفات للشجرة في الارض الغمر كيلو نصف في الارض التنقيضة بنحط لها التربع كيلو طيب بس للأسف الفوسفات زي ما احنا عارفين نتيجة القلوية نتيجة الخرارة الفوسفات خلال اسبوع عشر تيام بتحقل صورة غير جهزة للانتصاف فدي دي للأسف دي مشكلة بتواجهني او بتواجهنا كلنا دلوقتي الحل عندنا عشان نستفيد من السوبر فوسفات اللي انا حطيته سواء في ارض غمره او ارض تنقيضة بنستعمل الاسميدة الحيوية الاسميدة الحيوية دي موجودة عندنا في المركز في معمل المخصبات وفي معمل صندوق الموازنة عنده اسميدة حيوية في اسميدة حيوية موجودة في السوق فبالتالي لازم استعمل اسميدة حيوية ويعني والافضل كمان بالزابط الفوسفور لمايكرو رايزة لان الميكرو رايزة متخصصة بالزابط الفوسفور اكثر فانا لما يكون عندي اسميدة يعني اسميدة حيوية بتحتوي على مايكرو رايزة تيبقى كويسة قوي تقدر هتعمل لفوسفور اللي موجود فبالتالي النباتي يقدر استفيد منه تمام؟ ده بالنسبة للاراضي الغمر اللي انا مش قادر احطط لها انا حطط لها مرة واحدة اه السوبر فوسفات مع الخدمة الشتوي ومش هقدر احطط لها حمد الفوسفوريك وانا حاجة في اراضي التنقية انا بخط حمد الفوسفوريك من نص يناير لاخر ابريل وهنوقف طبعا من مايو ويونيو وبعد كده هنرجع نحط للفدان ممكن نحط من اخر يونيو كمان كيلو كيلو حمد الفوسفوريك لكل فدان بس احنا قلنا البوتاسيام هنوقفه شهر 11 في ابو سرة والاصناف العادية وفي الاصناف المتاخرة انه اخر اخر 12 لا الفوسفور هنوقفه في الاراضي اللي بتروه بالطنقية من اول سبتمبر هنوقف تسميد الفوسفور لان شجرة مش محتاجة رابع عنصر عايزين نتكلم عليه في التسميد اللي هو الماغنيسيوم هو الماغنيسيوم مش من العناصر الاساسية اللي هم الثلاثة لكن ماغنيسيوم من العناصر الكبرى اللي محتاجها النبات اي نبات فيه مانجسيوم لان الماغنيسيوم جزء اساسي في تكوين جزء فبالتالي لما بيها في نقص في المانجسيوم بيبقى في نقص في الوصف وبيبدا يزرير لنا اعراض النقص بتاعته المعروفة والمشكلة مش في اعراض النقص مشكلة ان الشجرة تالما ما فيهش مانجسيوم مش هتقدر تبني الكربوهيدرات لقافة محتاجها. فبالتالي انتهي نعكس على نمو الخضري وهي نعكس على الاسمار. لذلك اهلا. بالنسبة للماغنيسيوم لو انا ارض غمر هضفها تلات مرات. الماغنيسيوم تلات مرات. مرة بعد التسميد اول مرة بعد التسميد الازوتي. ممكن اضيفها مع التسميد البوتاسي عادي ما يحيش مشكلة ادخلط البوتاسيوم مع الماغنيسيوم. فيش مشكلة. ومرة في اخر مايو برضو. والمرة التالتة احطها برضو في اغسطس في نصف اغسطس اول اغسطس تبع ما انا حطيت الدفعة التالتة من التسميد الازوتي. ببعضها الرائع اللي بعدها داف الغمر. احط بعدها الرائع اللي بعدها الماغنيسيوم مع البوتاسيوم. تمام? اه ده بالنسبة بالنسبة للمازاليبتمئيت احنا هنسمي زمل MA اه من اول اه اثنين او من اول فبراير لحد نصف ابريل. او هنوقف نصف ابريل. للحض من هنوقف من يونيوم ونصف كالعادة. زي زي البوتاسيوم وزي الفوسفور. وهن هنرجع نسام الامر تاني من نص يوليو لحد اخر نوفمبر. يبقى كده من الاخر نوفمبر مستمر معاي البوتاسيو ومستمر معايا الماغنيسيوم. هناك طراف جزي ما احنا شايفين ما بين البوتاسيو تمام. اا اا هنوقف البوتاسيوم باربو هنقول هنوقف البوتاسيوم يونيو ونص يوليو. يبقى تقريباً يونيو ونص يوليو الش mole بتتميجش فيه بنوقف تسميد اا بالعناصر الاربعة enemy kea والماغنيسيوم. تمام. نجي للأسميدة الصغرى اللي انا بحط بفضل بفضل ما سميها الأسميدة الصغرى لو بسميها الأسميدة الخاصة لان يعني ايه الصغرى الناس بتفكر ان هي ماشي مهمة قوي. الأسميدة الخاصة العناصر الصغرى لها دور مهم ومتكمل شغل العناصر الكبرة لاني بيكي والماغنيسيوم والكالسيوم. دي مهمة جدا. لازم ننزلها باستمرار ويكون عيني وانا المزرعة واعية على الاعراض بتاعتها لان الاسف اعراضها نقص عناصر بتتدخل مع بعضيها اه وخاصة اعراض نقص عناصر الصغرى والحديد مع المغنيزيوم ومع النيتروجين علشان الكلوروفيل النقص اللي بيحصل فيه. العناصر الصغرى زي ما احنا عارفين طبعا الزينك والحديد والمانجنيزي والكالسيوم والبورن والنحاس والمولد بنعم. البورن والمولد بنعم الناس ما بتستتمش بهم بعد النقطة او قبل النقطة بشوية عشان يفضلو مع الكلسيوم اللي هو الكلورو علشان يقاوي السمرة. البورن المهم في عملية التلقيق. فبالتالي انا لازم اضيف رشرة العناصر الصغرى اللي انا لو هضفها رش او هضفها ارضي لازم تبقى قبل التزهير بتاعي ما يبدأ. بعد اكتمال اكتمال ظهور النموات الجديدة كلها خلاص. الشجر كله اخضر وورق. هبدأ ارش العناصر الصغرى فيها بورن. لان البورن بيسؤول عن استطالة مبوبة اللقاح علشان يتم تبقى جاهزة ان البوايدة لما يحب اللقاح تنزل عليها تعمل ايه? يتم التركح بنجاح. فمن هنا دي اهمية البورن. طبعا الحديد والزينك والمجنيز معروفين واهميتهم معروفة. بس الناس كانت للأسف لفترة قريب او كانوا بيسامد بورن. والغاية الوقت تقريبا واحدش بيسامد موليب دينام قلة بسيط قوي مع انه وارده له دور مهم في الموتابوليزم بتاع النبات. النحاس في ناس للاسف بيقول لما انا لما بضيف مبيدات فطرية او بيستعمل اي مبيدات فطرية ما انا بأضيف في النحاس. للأسف اوقات بيبقى فيه نقص في النحاس وده بيبقى ظهر اكتر على الصمار كمان يعني الناس ما تخدش بالها منها لغاية ما يظهروا على الاوراق الاعراض تختلف معها لكن على ن�اس الناحاس على الصمار وبذلك لي بجيني يعني السمار رضيئة تبقى الصعب. تاني مرة اه في اخر تالت مرة يعني في النص الاخير مبدأ اسمي يعني انا بحول اخلي العناصر بعد ما الاشرار بتاخد احتياجاتها من الاسميدة الاساسية تماما جدا هم مئة سامتي حمد الفيس فوريك هنحطوهم على الموتور الستمية هيزبطولي الحمودة بتاع محلول محلول الرش لان بيجي محلول الرش لما بيجيزبط بيساعد على العناصر اللي انا رشوشها بصورة افضل كمان في حاجة بتعملها بتحسنها كده احنا بقول اليوريا محسنة موجودة هستعمالها هحطوهم في محلول الرش ودعوهم كويس علشان برضو هتحسن لي منتصاص العناصر المضافة فيه جزيء اليوريا داي في الماية قورة الورق علينا منهم احنا نشتغل في العناصر الصورة دي الموعيد احنا قلناها دي داخلنا نبدأ احنا كده تقريبا خلصنا التسمية في عجلة كده دي بعض اعراض اصفار الاوراق النتيجة ناقص عناصر مختلفة زي ما احنا شايفين نيتروجين ماغنيسيا الصورة الاولية نيتروجين على اليمين زي ما احنا شايفين الصورة التانية ماغنيسيا موحدين وكده ده كده احنا عبدنا في عجلة التسمية وانتكلم عن المزرعة زي ما احنا شورتين للأسف الموجودين صورة احنا موضحة من كل اقصح من ثلاثة تلافة خمسمائة لربعة تلافة خمسمائة متر مية وده يجدخلنا على التغيرات المناخية هتعمل فينا ايه بعد كده يعني وانه المحاضر ان احنا درة المزارعة اللي موالح تحت تغيرات المناخية احنا الوقت عندنا اسراف في المياه احنا بعد كده مش هنلاقي ان التغيرات المناخية من نهل جفاف انتشار الجفاف حي اخر لنا جميع طيب نخلينا في الراي ايه الراي احنا عندنا احنا قلنا الراي بتاعنا ايه بتحكم في ايه نوع التربة بتاعتي عمر الشجرة حجم الشجرة ايه ايه درجات الحرارة معدل معدل هبوب الرياح ومعدل السطوع الشمسي طيب احنا بنتكلم عن التغيرات المناخية ايه كل 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 مرحلة مراحل لها لها حتاجات ما ايه بس احد الوقت بنتكلم عن الشجر المسمر عشر سنوات ايه عندي كم نقطة لازم برضو اخد بالي منهم في الرايو اللي هو ايه عندي فترات فترة تتزيروا العقل دي فترة حساسة جدا للاهتزازات المائية مش للرايو للاهتزازات اللي بيحصل ايه اللي بتحصل ايه اللي بتحصل ان انا عطش وان انا غرق زي ما احنا شايفين كده دي كارسة هتقع لزهر تقع للاعظ فطبعا الرايو في الوقت ده بالفترة تتزيروا العقل بيبقى الحامي زي ما بنقولك لو انا برو تنقييد بيبقى بادي نصف ساعة بسيطة الصبح اه وممكن اكمل نصف ساعة اخر اخر النهار تمام ده هو الشجر بتاعي محتاج تمام برو تاني فترة حفصة عندي اه بالنسبة للمية اه فترة اللي هي اه ملو الصمرة ان الصمرة بتبدأ تملع تملع حجمها ملو الصمرة اساسا اساسه المية اللي هي عددا بتحصل بعض المقطة يعني من شهر سبعة شهر تمانية بتبدأ الصمرة تكبر في الحج اللي هو زيادة حجم حجم الصمرة دي برضو فترة فترة حساسة للمية اللي لازم تقع فيه مية متوفرة ويمكن دولات اكتر شهرين بياخدوا المية مني في مزرعة الموالح سبعة وتمانية لان الصمرة تمتص كمية مية كبيرة فما ينفعش اعطش وعطش الشجر وبقدين ارويه جام بيقولها هديله كتير لا هو ده هيعمل لنا التشكك واللي احنا هنشوفه اعراض اعراض لايه اه من بدأ يزيد معطاراتهم انا خير حد اه تالت نقطة في الراي برضو عايزين نتكلم عليها اللي احنا اللي احنا اللي انا ما خليش المية يلمس الشر طنقيد اسوأ غمر انا ما ينفعش الجماعة الصورتين دولها تكارسة يعني ما بنزل بنزل مزرعة ولاي كده اقوله شكرا ان انا ما ينفعش اشتغل معي لي لان كده احنا بنضمر المزرعة مش بنشتغل دي اه 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 ادي ادي شايفين دي مزرعة صغيرة اللي على الشمال ودي مزرعة كبيرة شوية انا خاطين الخارطين الاثنين انا قلت لهم دي الالمزرعة على الشمال65 لازم الخراطين الخراطين داخل الشجر لازم الخراطين تبقى تحت اخر ضل الشجر دول الشجرة او يعني الازم ا foram قبل ضل الشجرة بعمل thirteen junglands لان هي ده المطقة اللي فيها الشعارات الجزرية اللي بتشغل عليها الأشجار تمام? لكن انا اخلي اخلي الخراطيم جنب الشجر كده في الصورة العليمية طبعا ما تنفعشي. انا كده الشجر بدعم بياخدش احتاجاته المائية مزبوط. انا باروي وبغرق الدنيا وبدأ اسمدها مش مش بتوصل للنبات بدرجة كافية. يمكن الصورة العشمائة بتاعت الاشجار الصغيرة تحت ضل الشجرة. بين الارض رطبة والملون مختلف بتاع الرامب لنتيجة ايه? ان الخراطيم في المكان المناسب للمفروض تبقى فيه علشان ان شعارات الجزرية تنمون. ان احنا زي ما احنا عارفين كل شعارة جزرية مسؤولة عن ورقة. فالشعارة الجزرية اللي هتموت انا هتموت عندي ورقة. الشعارة الجزرية اللي هتطلع كويس هتطلع عندي ورقة جديدة. فدي حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها. كده خلصنا الراي برضو على عجالة. هندخل على اه العمليات بقى الفيسولوجية اللي بتدامي في الشجر التزهير او العملية عندنا التزهير. اه طبعا احنا زي ما كلنا عارفين التزهير في الموالح طبعا في شهر اربعة او في الربيع يعني في او في يبدأ من اخر ثلاثة اول اربعة. لكن هي الحقيقة اللي هتجرينا بقى اللي احنا بنتكلم عن تغير المناخ. ان تغير المناخ بدأ يأثر لي على التزهير. لان احنا البراعم الزهرية بيحصل فيها لان الشيشة انه بتحول من البراعم الخضري لبراعم زهري نتيجة استفاق درجات بروضة دي بتبقى موجودة في شهر ديسمبر ويناير. تمام? فلما بتيجي اه 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 اللي هي اه اللي الدافئة اللي بتبقى درجة الحارة فيها عالية او الايام الدافئة اللي بتبقى درجة الحارة علي. الشهرين ده ده دي بتعمل تأثير سلبي لانها بتلغي لي تراكم اه احتاجات البروضة في البراعم. فكده ده بيعمل لي اهتزاز او زبزبة في التزهير. بالتالي يعني دي دي مهمة جدا ودي هي حاجات اللي هتأثر علينا بعد كده ولازم ناخد بالنا منها ونبدأ نغير مواعيد العمليات اللي احنا بنقول عليها دي. اه نبدأ زي اللي كان قلت باول محاضرة عايزين نخلص بدري وندمع المحصول بتاعنا بدري في الاصناف العادية. علشان ما هتأثر ليش على العمليات الفسولوجية اللي هي اهم عملية منها اللي هي عملية تحول البراعم لبرعم زهرية عشان دي اللي هتديني المحصول بتاع الصناع الجاية. كمام? فدي اه نقطة مهمة جدا لازم ناخد نبدأ من هنا اننا بتكلم عن الطغارات النفطية. ناخد بالنا لما فيه ليالي دفقة في ليالي كده يبقى انا لازم هنعمل عملية معينة هنتكلم عليها بعدين هننظم بيها برضو هنساعد بها الشعب على ان هي هتنظم التحول البرعم لبرعم زهرية. تمام? احنا طبعا لان الازهار بتحمل معظم ازهار الموالغة بتعمل على بتحمل على افرع عمر سنة اللي هي افرع يعني الفرع اللي طلع السنة دي خضري هيدي اللي هيشيل الزهرة السنة الجاي. الفرع اللي بيطلع السنة اللي باتت هو اللي بيشيل المحصول بتاعي السنة دي. اه في بعض ازهار بتطلع على خشب وفيها نورات بتبقى مختلطة او نورات زهرية ونورات طرفية بس هو يعني كاترة موالح بنقول ان احسن محصول بيطلع من النورات المختلطة او النورات اللي هي على افرع على افرع ورائية ومش على خشب. ليه? لان النورة اللي بتبع على افرع ورائية زي ما احنا شايفين فيه كمية ورق بيجيب بتبني مواد كربوهدراتية وبتغزي السامرة بتاعي. النورات اللي بتطلع على خشب اولي الاوي منها اللي بيست. واحنا عارفين ان احنا برضو بمناتمرر التكلم في التزيير. اعنى عندنا في التزيير الموالح بيجي على 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 موجات. الموجة الاولى غالبا اه دي ما ما بيعقيتش منها اه من هشين لترتين في المية. لان دي للاسف بنخدها فهم زرعين كتير اوي لما تصعط يعني يقول الدنيا خاربة عملة. هي الموجة التانية من التزيير هي دي دي بيطلع منها سبعين في المية من المحصول اساسا. وهي دي بتبقى التزيير الاساسي بتاع الشجرة. لذلك انا ما بخافش لما انزل مزرعة. ولاقي فيه مشكلة. يعني فيه تزيير تاخد كتير من الموجة الاولين. اللي هو التلت الاولين. ده مش ممكن ما اصدرش معي الاوي. انا حافظ على العقد بتاعه لكن العقد الاساسي بتاعي بيبقى من الموجة التزيير الثاني. دي ممكن ان احنا اتكلم عليه بس انا عايز بس اوريكم الصورة دي بتاعت التساقط. دي برتقان دي مزرعة برتقان بصورة في الدلتا. وقال دي الارض الناشفة والارض نظيفة بس شايفين معلش الصور مش روضحة شوية لان كانت الدنيا كنا بظهر تقريبا وقال الشمس وكده ما كنتش دي رفليكشن كويس. فلو ده انا في الصورة اللي تحت هنلاقي كمية التزهير الآذارة اللي واقع قد ايه نتيجة الحرارة العالية للأسف خسرتنا كمية كتيرة من الظهر وهخسرتنا بعد كده زي ما احنا عشان نشوف كمية كتيرة من من العقد. يعني ده عقد ده عقد اوة لكن للأسف العقد لو دائنا في الصورة العقد طبعا بسيط نتيجة لانه هو واقع منه كتير. آآ الثلاثة انا حبيت اجيبهم لانهما يعتبرهم في ثلاث مناطق مختلفة او ثلاث انواع طربة مختلفة. آآ شايفين كمية التساقط فيهم ازاي? ادي تربة رملية وفقا تساقط زي دي التربة يعني هنقول طفلة شوية برضو فقا نسبة تساقط دي برضو او سرة فيه نسبة تساقط بتاعته ونقص عناصر يعني دي مزرعة يعني جميلة بسم الله ما شاء الله. نقص عناصر وعفن سرة وحاجات كده جميلة وحشاش تحت الشجر يعني ايه? طبعا ده كله هينعكس على التزهير والعقد هيسر يعني هنقول نسبة كبيرة اتنين تلاتة في المية اللي بتاعت من الازهار بتاعت الموارح اوكي بس العقد اللي بيقعد اتفضل منه كام? لازم يتفضل عندي اقل حاجة تمانين في المية من العقد ده وقد ايديني محصول. لو النسبة نزلت نسبة العقد اه المبدأي. نزلت بعد يوم له اقل من سبعين في المية انا الاسف انا انا ادخلت في مرحلة خاطرة بالنسبة للمحصول بتاعي. اه خلصنا التزهير وندخل على برحلة احنا بنتكلم عليها اللي هي مرحلة اللي بنحتاج فها كمية المية الاساسية وبدون تعطيش اللي هي مرحلة اه امتلاء امتلاء الثمار امتلاء حجم السمار اللي هي مرحلة اه بعد بعد النقطة اللي هي الشهر ده الاسبوع اللي جاي تقريبا يعني الموجة الموجة الرياح اللي هتيجي للرياح السخمة اللي هتيجي ومع تفع درجة الحرارة هيقع مننا عقد اكتير اه لازم ناخد بقى الايام دي هنرأي بتاعنا بميزان الدهب. مش عايز اعطش الشجر ولا عايز اغرقه لان انا لو قاعدت المحصول بتاعي هتبقى ملاة كبيرة اا يعني في المحصول النهائي. فهي دي دي المشكلة. عدينا من النقطة بندخل اه هندخل بعد كده ان شاء الله على مرحلة الايه? اا ما له الحباء? ان الحباء تبدأ تملى وتاخد الحجم بتاعها. تمام? المرحلة دي هتعوز اكبر كمية مية منظمة. عفوا مش اكبر كمية مية اسيب زي الراجل كم شغل مكنة. سابها ايه? تغرق ومشي ولا بتاع طنقية اللي ساب الخراطيم. تملى الشجر ومقفلش. المحلوس بتاعي. تمام? انا عايز اكبر كمية مية منظمة يعني انا لو مقترد ان انا ادي كمية المية كبيرة ومش عارف اعمل ايه? اخلي جزء الصبح وجزء بالليل. والايام دي مع ارتفاع درجات الحرارة. انا بنصح الجميع ان احنا يا جماعة نوقف رايز ساعة عشر الصبح. هيقول لي فيه مزارعة بتقول لي ما بنحقش البيرة عندي والقبار والمزارعة كبيرة ومش ما عنديش على الموالح بس يا جماعة هي هي نقطة. انا عندي ممكن اروي من الساعة اه خامسة بعد الظهر لحد الساعة عشر وتاني يوم الصبح. اعتقد كده. احنا بنتكلم في سبعتاشر ساعة كفاية. يعني في عندي كمية كمية اه يعني عند وقت اقدر اروي فيه زي ما انا عايز كمية المحابس بتاعتي. لكن فيه ناس للاسف بتستسل وفيه المزارع بتاعها. يعني بتشتغل هي افتاح خاصة بس للاسف بتشتغل بنظام موظفين الحكومة. اللي هو يقولك ان الساعة ثلاثة بخلص. ما فيش حاجة في الزراعة اسمها الساعة ثلاثة بخلص. انا عندي وقت مناسب. انا عندي في مرحلة اه ملو اه السمار. محتاج مياه كتير. محتاج اسمده كويسه. اه بالتالي انا هنظم وقتي. لان الري هيبقى مصاحب للتسميت في في المزارع اللي بتروه بالطمئين. تمام? يبقى انا لازم اخد عليه هيديني المحصول بتاعي نسبته قدية. لكن المحصول بتاعي هي متوقفة على المرحلة بتاعت ملو السمار. لان انا بعمل الحباية تاخد حجمها الطبيعي وي 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 بدون ما تضرب مني. لان برضو الحباية لو لو ضربت مني ممكن لو تسميت ازوبت عالي. هنتكلم عليها في التشكك دي. لو ما اشو واخد كالسام كويس. لو مش واخد ابو تارسام كويس. الحباية هتضرب مني هتشقق. تضرب يعني هتشقق مني. فدي مرحلة مهمة جدا. مرحلة ملو السمار دي اللي هي سبعة سبعة وتمانية وتسعة. دي مرحلة مهمة جدا جدا جدا. بحب نبه عليها. علشان دي هي دي يعني ايه? هي عندنا مرحلتين السيتين بتقصر عليهم الطائرات من الخير. التزهير ولا ايه ملو السمار? هم دولة اللي هيبان فيهم قوي تأسير الطائرات من الخير بشكل واضح. تزيروا العقل عشان في اللي احنا قلنا عليه بيحصل. لما الايام الايال الدافئة او الايام الدافئة اللي بتيجي في شهر واحد هتأثر علي. هتقلل التزهير او هتعمل لي في التزهير. ممكن ما اطلع ليش موجود زهر واحد. ده هتبقى انا يتيجي من نتيجة الطائرات المناخية والحرارة والتزاب زبات اللي احنا بنقول عليه. تمام? تاني حاجة الحرارة العالية مع عدم انتظام الرأي وفترة تحجيم السمار ملو الحباية دي ممكن تعمل لي تشقق للسمار. هتعمل لي تبحير. هتعمل لي حاجات كتيرة. هنشوفها بعد كده يعني امراض فيسولوجية او اعراض فيسولوجية مش هنقول امراض هنقول اعراض فيسولوجية على السمار. لذلك الفترة بتاعت ملو السمار ااخد بالي من حتين اتنين. هاروي كويس بانتظام ادي الكيمياء للشجرة محتاجها بس بانتظام ومش في وقت الحر. وقت الحر كده بنا بقت للشجرة. ااخد بالي من التسميد الازوتي وموزنته مع التسميد البوتاس. التسميد الازوتي هي بقديل. اخر دفعة في الغم. الليلة ولو اقدر اضيفها في شهر سبعة يبقى احسن. ما استناش في شهر تمانية في ناس بتحب دلوقتي. الاسف يعني يحب يقول لك انا انا هضيف في تمانية. ليه يقول لك اصلا هستنى في تمانية عشان حباية تتملق اكتر. لا انا مش حباية تتملق اكتر. انا محتاج اللي في شهر السبعة علشان دورة نمو الخريف لو تضطع عندي عندي شوية ورق يلاقي شوية كربوهيدريت. لكن لما اضيفها في تمانية مش هتطلع مش هلح هتطلع كربوهيدريت كويسة لنموات جديدة فهنبقاش عندي نموات علم. تمام? اه دولة النقطتين اللي احنا هنتكلم في نحب نتكلم فيهم بالنسبة لايه? لحجم السمار. برضو اه حجم السمار في نقطة حاجة تانية عايزين نرفض النظر لها. اه التحجيم بقى اللي احنا بنقول عليه بمصطلح المزارع كده ومصطلح الشغل. التحجيم. كله قول لي انا عايزة حجم البرطقان بتاع دكتور. حضر ان حجم بتاعنا ا objetivo بين ؟ كل حاجة لها حاجة. يعني انا بتكلم في بطاقان عبو سرة اغلال ما بتكلم في السفاندي. اه البلدي اغلال ما بتكلم في سفاندي والصين اغلال ما بتكلم في الميركوت اغلال ما بتكلم في اه اه كmi York. كل يا جماعة كل محصول لهم نظام والسف اه الناس يدلو الوقت يمشي على انها بتأخد conveyedم تخ полностью الدكتور. انا ليسه في واحد كان عندنا في قسم اه اول بارح. بيقول انا عايز منظم لموه لكل حاجة. يعني مش هلوكم درجة آآ عفوا مش متعلن درجة اللواء. بقول انا عايز يا جماعة قلولي على منظم لموه ينفع لكل حاجة. خدتوا بقى لكم فدي يعني لما اجي باتكلم عن التحجيم لان للأسف في ناس بتشتغل انا التحجيم عندي حاجة معينة بص اعملها في البرطولية بصورة وعملها في الصيف وعملها في السفندي وعملها في الليون وعملها كل حاجة. لا التحجيم اراعي الصنف اللي انا بحجمهم. دا مواصفاته ايه? مواصفات السمرة بتاعته ايه? ايه حجمها المثال ايه? احنا بص انا جاي بصورتين اتنين حاططهم. الصورة العلمين والصورة للشمال. الصورة الشمال دي يعني احنا بنقول مزرعة مثلية شايفين حجم لون الورق. مش حجم الورق بس لون الورق شكله ايه? الخضر فيه شكله ايه? الكلام ده دي مزرعة الصحراوي. وده برتقى انصيفي. وده مزرعة تانية برضو اه يعني في النبارية برضو بس شايفين ايه? المستوى بتاعها شكله. ماشي? في تحجيم الصمرة حاجة مهمة جدا. احنا بنشتغل عليها كويس. واحنا عندنا ناس شطرة قويس او دكاترة او استشاريين باسم الله ما شاء الله. وعندنا مزرعين حتى في مزرعين دلوقتي بقوم يعني ايه? خبرة في علم في التحجيم. بس للاسف ما ما طبقش كله على بعض. لان احنا زي ما احنا دخلنا كده على الشريحة دي. النوتجز المرة عندنا مختلفة. احنا عندنا نيهول ممكن يبقى في اخر تسعة واول عشرة جاهز. اه هو لونه بيبضل اصفر لان هو لونه مش هياخد اللون البرتقاني. الا اذا درجة الحرقة نزلت. ودرجة الحرقة مش هتنزل في اخر سبتمبر وفي اول اكتوبر بالدرجة اللي هي تكسر الكورورفيل بالدرجة الكافية علشان ياخد اللون البرتقان. انزلك نيهول في مصر ما بياخدش اللون البرتقاني. يعني في ناس كترة بتسأل فيه وناس كترة قلعت نيهول زراعات. اه علشان كده. يعني بيقول لها ما بدينيش اللون والتجار ما باخدهوش. تمام? فدي دي نقطة هنبدأ اول حاجة هتبدأ عندنا بصرة بعد كده هم ادخل على البلدي وعلى اليوسف البلدي وبعد والصيني والبرتقاني البلدي والبرتقاني بدمه. في الاخر هيفضل عندنا ايه? الميركوت يبدأ والبرتقاني الصيفي والكينو هم دولات اخر ثلاث حاجات هتبدأ موجودة في الايه? هتبدأ في ناس بتقطع على الميركوت بادري في ناس بتقطع الصيفي بادري. ده شغل ده شغل تسويق وشغل مزارع. دي كل واحد حر اه فيها ما بداش نتكلم. لكن هو هم دولات اخر حاجتين بيستاوب